سنة رحمة من الله عندك مجال هواي ليس يبك ليس اقعد اقرأه ومدام ما حددوا الامتحانات يعني ما اجلوها يعني بعد بيها تمديد احتمال للثامن احتمال للسابع ما معلومة يا حبايبي فرجاء استغل الوضع وقرؤ طلاب السادس ارجع وقول لذوجون لذوجون حبايبي اللي اريده منكم ترجعون تقرون ترتاح ولو يخليه يوم استراحة مثلا شوي يستقبل الصدمة وبعدين ارجع اقرأها عوفها تولي الاسلامية يعني حشا اللي الآيات يعني عوفها للضوج للضوج على قرارها اشتغل على غير شي يضبط غير شي هاي عود يابي القرار هو طبعا ما مدروس لان عود يابي يقول لك بدلا تقرأ سبع تيام أو ثمين تيام أو خمس تيام للإسلامية احنا اختزلالك مادة واخرناك اياها لتقرأها فهذا الشي غلط طبعا لاني اعتمدون الاسلامية اكثر طلاب اعتمدون عليها فلا الضوجون حبايبي ان شاء الله يا رب موفقين وان شاء الله هاي السنة سنة حلوة عليكم وراح تذكروها بعد لا تقولون احنا فقر واحنا منذ شلون لا لا يجوز انتم فقر لا حبايب بلاك سشاقوا ياكم لا تقولون فقر احنا وفقرنا لهاي الدفعة مدرشين لا اذن كل الكلام سلبي احنا منريد هالكلام سلبي ان شاء الله رح ننزل فيديو تحفيزي لكم قريب جدا ولا ضوجون وكأنه ما شي ما صير هاي بعدي الوضاع والوزارة احنا ما نقدر نفرض عليش والله قدر الامكان احنا سونا قروب للأساتذة وقدر الامكان وصلنا صوتكم لهم بس مثل ما تعرفون الوزارة ما تسمع اي شي عليها هي ومستشاريها ياخذوا وهيئة الرأي ياخذوا الرأيهم وانتهت بعد لا يهمهم الطالب لان ما عايشين معاناة الطالب ما عايشين معاناة المدرس من درس الطلاب ومحتكوا يطلاب ويعرف شنو معاناة الطلاب فللأسف انه القرارات اغلبية هم مدروسة اه والله كريم ان شاء الله وان شاء الله يا ربي موفقين وناجحين ونضوجون اه ومثل ما قلت لكم اي قرار جديد ان شاء الله رح نشره بالقناة اشتركوا في القناة